لم تتغير ملامح المدن التي شوهت الحرب حتى وقد خرجت كلها أو جزء منها من دائرة القتال إلى المساحة المحررة ثم تشواهد ماثلة على مسيرة الخراب الذي طال كل شيء وثم تبشر هنا ينتظرون إعادة العمار وآخرون ينتظرون موسم العودة إلى ذيارهم المدمرة ومثل كل مرة يتداع الجيران أمام عدسات الإعلام لرسم خارطة عمار اليمن وينتهون بالغياب والفرجة على تدمير ما تبقى من أجزائها يخرج المجتمع الدولي أيضا بنفس الخطاء ولكن بطريقة تستبق التسويق لنهاية الحرب أشاهد أن كل هذه الخطاء وإن بدت نظرية وغير ممكنة التنفيذ حاليا على الأرض إلا أنها مهمة على صعيد التهيئة لمرحلة جديدة فما يخلفه البارود يستطيع الاقتصاد اللاحق المحمول على مارشال دولي وليس خليجي وحسب معالجته في عدن عقدت قمة يمنية أوروبية لمناقشة الأولويات العاجلة لخطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي تقول بعثة الاتحاد الأوروبي إن لديها خطة داعمة للعام 2019-2020 وفق رؤية برنامج المساعدات الإنسانية التي تمتد لخمس سنوات قادمة أما الحكومة التي لا تملك بيدها شيء بما في ذلك القرار السياسي والاقتصادي فبوسعها فقط وضع التقديرات المطلوبة لإعادة الإعمار يقول نائب رئيس الحكومة سالم الخنبشي إن تقديرات إعادة إعمار ما دمرته الحرب بلغت 100 مليار دولار رقم مفزع لكنه دليل على بشعة الحرب وخسائرها إذ لا يقتصر الأمر على إعادة وترميم ما خلفه النزاع على المنشآت والبنية التحتية بل سيشمل أيضا دعم البرامج الإصلاحية للاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يسهم في ردم الفجوة الواسعة التي تشكلت بفعل تداعيات الحرب ترجمة نانسي قنقر